سلام عليكم. دائما في التغطية الخاصة بالقمة العربية في الجزائر واللي ما كانش وصف ممكن يوصفها من غير انها ترونات وشعلات واتخلطات كيف ما تقولوا قبل ما تبدأ. والمغرب بفضل ديبلوماسية ديالورازينة ساطة يحط النقاط على الحروف. سنشوفوا في حلقة اليوم سلسلة مقاطع جديدة من فضائح الدولة الهوكية في هذه القمة. ونشوفوا كيفش الجزائر بقيادة العمامرة بغطرت دل المغرب بعد ان ادلها ومسح انفها في الارض من داخل الجزائر بفضل المقص ديابي ناصر بوريطا. قبل ما نبدأ بغيت نتوقف على دلالة ساعتدار القناة الرسمية الجزائرية للاخبار البارح. صور معي اخوتي مغربة ان المغرب مثلا منظم قمة عربية في الربع. وفورد عليه من اجل تنظيم هذه القمة ان يبتر خريطته وان لا سيسحب من الاجتماع او القمة بصفة عام. ويجيز تقريبا هو اللواقع للجزائر. هذه الحادث رأي حادث خطير ان القناة الرسمية الجزائرية للاخبار تصلح الخريطة المغربية من الفوق تحت عدر وتقول على انه خاطأ فني. يعني كتقول على ان هي كقناة جزائرية رسمية مامنة ان هذه هي الخريطة المغربية في غياب تام لعالم سندريستان. هادر ايدلال ما بعد او ايدلال وادر انبطاح ما بعد وانبطاح. يعني الجزائر باعت وتنكرت للبوليخيرو من اجل المصلحة الجزائرية فقط. كون كانت غير شي مصلحة نيت. الجزائر تخلت على البوليخيرو من اجل الحصول على شعبية للنظام العسكري امام الجزائريين بفضل القمة العربية. وباش نصحح بعد المغالطات. تقسيم خريطة المغرب على الدر في القناة التلفزية فقط. يعني الدر اعلاميا فقط. ولن تقطع الخريطة من داخل مقرات الاشيما. في مقرات الاشيما هذه القمة الخريطة المغربية منشورة كامل. تاني حاجة لازم توقفوا عليه وهي ان السيد ناصر بوريطة فضح كاذب هذه القناة الرسمية الجزائرية التي كانت تدعي انها مفوضة من طرف الجامعة العربية وعلى انها شارك رسمي للجامعة العربية او للقمة العربية. يعني كل ما ستقوله هاد القناة بعد اعتدارها لن يمثل الا الجزائر فقط. وليس القمة العربية كما ادعات في الاول. يعني ما كان غير كدب كدب احمود. سيد ناصر بوريطة دار ليوم ما ديكس اللي بعله. زرب عليه. مع القلسة لح لهم قنبلة يدوية لولا ديال هاد القناة وديال مشكلة ديال الخريطة. زادوا من القنبلة التانية بانه مكيناش قناة جزائرية شريكة للقمة العربي. زادهم مسترع لانه زادهم من داخل جزائر. زادهم وقال لهم خاصنا ندروا قرار لتقدمت بي انا شخصيا في سنة الفين وثمنتاش لتوريط ايران اللي كتدرب وكتوفر لاسلحة للميليشيات العسكرية الارهابية طول الخير. وهنا العمامرة ما تقبلش هد الكلام وارفضوه وناضط مناوشات. وهذه بمتى بس قنبلة نوعية انك تنجح في استغلال القمة العربية لادانة الدولة اللي كتنظمة. الهدف الرئيسي من الدبلوماتية المغربية يتحط الجزائر بالوجه ديالو وتفضح النفاق والكاذب ديالو. كيف لدولة ترعى الارهاب وتتعامل مع ايران ومع ميليشيات البوليخيرون وتدعم تقسيم المغرب ان تتكلم عن لمش شمل العربي او عن فتح اسواق تجارية حرة بين كل العرب. البارح بالوجه الحقيقي للجزائر ورجع المغرب للحجم الصغير المعتاد. واكد ناصر بوريتا في الكلام ديالو ايضا في تصريحات الدبلوماتية المغربية لان القمة بها التصرفات السبيانية وعدم احترام البروتوكول والقواعد هي مقبلة على الفشل. رأى غير مبغاش يصدمهم ومبغاش يقول لهم رافش لا تقبل ما تبدأ. المهم القرطاص ونخليكم تشوفوا اول فضيحة دياليوم ديالة القمعة العربية في الجزائر. المغرب يدرسوا بعض لكن انا مدبس. المغرب يدرسوا بعض. المغرب يدرسوا بعض. بغير فينا هو التنظيم المحكم والنجاح للتنظيم الذي اصدعته لنا براسنا. واذا انتم مناسي الميكروفونات قدامين. والحمد الله لانه دائما ربيك يفضحكم على النية الخبيثة ديركم. سي ابو الغيت مصطلح المغاربة رأى يطلق على سكان دولة المملكة المغربية حصريا. هادوك اللي قدامك واحد فيهم رأى من توانسا او تونسي والتاني من جرارواء او جرارو. واللي يصدمن اكثر هو ان وكيل الوزيرين للجزائري والتونسي ما قال له لا يا ابو الغيت. احنا ماشي سميتنا مغاربة. لحتوا معايا كيفاش دازوا المرحلة دي لذيك الكذبة دي المغاربيون. وولت اليوم طاي طاي عندهم مغاربة ومعندهم مش مشكلة ان شي واحد نعتهم بالمغاربة. يعني السيلة حرفي على اسم خاص بالمملكة المغربية. انا بعدها كمغربي شي واحد يقول لي انت تونسي. قل لي لا انا مغربي ماشي تونسي. ولا يقول لي انت جراروين قل لي حدكتم. انا مغربي وافتخر وعياشي وافتخر ومغزاني صهيوني وافتخر. انتم من الوزير الخارجي دي لكم يتقبل انه ينادى علي مغريبي. وفرحان وقال لي اران بوسك اران بوسك. انتم من تلمو الشمل بالبوسان او لا باش. وشنو كتسنو مني معندهم مش مشكل ان الناس يعطو لكم مغاربة. بيعوا جلالة الملك امير المؤمنون وهنونه. ولكن وقل مبايعة كل واحد يبقى في بلاده. هذه فضيحة كبيرة للجزائريين والتوانسة على انه اعلى سلطة في الخارجية دي لهم. وفي الدبلوماسية الخارجية دي لهم فرحانا ومعنداش مشكل ان الناس يعطو لها مغاربة او مغربي. سجل يا تاريخ تيحماقوا على كل ما هو مغربي. وكيحلموا انهم يكونوا مغاربة. ومعند مش مشكل ان شي واحد يغلط ويقول لهم انتم مغاربة. وفي نص الوقت تنعروا لنا. اصحاب خاوة خاوة ونحن شعب واحد. واش كتصنطوا مزيان واش كتشوفوا مزيان بينكم. ها انتم كتشوفوا على عينكم كيف تتم مصارقات كل ما يتعلق بالمغارب. حتى الاسم بغوا يسرقوا. ولقلت لهم الدعارة غيقول لك لا التونسية اسم زيانات. والجزائرية اسم زيانات. المغربيات اللي عندهم الدعارة. اما احنا التونسيات والجزائرية معدناش. يعني هما مغاربة في ذك الشي الزوين وذك الشي الخايب. مغاربة دي المملكة المغربية هما اللي مغاربة ماشي هنا. والله يعطيكم الدل كتر ما انتم فيه. واحد اسمي تونسي واحد اسمي جزائري وفرحاني. حيث مصري يسميهم مغاربة. وما عندهم مش ادنى مشكلة. نمشي ودابا نشوفوا كيف شردات الجزائر على المغرب. من بعد دكش اللي ذر ليوم ناصر بوريطة المقاس دهبي من داخل الجزائر. بطبيعة الحال من بعدها غنرجعو نشوفوا بعض المقاطع المصورة. ذي الفضائح الهوكيين وفاد القمع العربي. الدولة الهوكية بعد يومين يعني تقريبا من سبع عشرين في الشرح تلت سوى عشرين. عاد فقط من الناس وعاد البارح نشرات بيان من العمامرا. باسم وزارة الخارجية الهوكية. كتكلن فيه على القرار الامامي والتصويت الامامي. واللي انا كنسميه صفعة امامية جديدة. عكس مثل البوليزاريو اللي خرجت كتبكي الاول مرة هي اللون. كان دائما الجزائرية اللي كتخرج كتبكي هي اللون. وشوفوا باش عارفوش حال كانوا مقصحين. شوفوش حال من النهار وما تفكروا كيفاش يجاوبوو شتو غيقولو. وغالبا كانوا غيخليوا الايجابة حتى من بعد انتهاء القمة العربية. ولكن حسو بالقمعة والصفعة اللي خدو البارح. وما يبغي يردو زعمه باي طريقة. بغاو يديرو شي حاجة زعمه باش يستفزو بها المغرب. باش مثلا لعله عسى ينساحب سيد نصر بريطا. ويبقوا وما يعيشوا في سلام. رأنتي حلموا ان المغار بيتقلقوا وانساحبوا باش يديروا مبغوا في القمة العربية. وكما اقول لكل حقل بستاني يسقيه. ولكل جراروي مغربي يربي. وهذا المرة مغربي يربي من داخل الجزائر. والبارح قام نصر بريطا باعادة تربية الهوكيين في عقر دارهم. وبكل دبلوماسية وبكل باقة. المهم البيان الجزائري كان عبارة على لطم وبكاء وتحصر مما يقع للجزائر ولراضيعتها سندريستان في مجلس الأمن والأمم المتحدة. المهم جاء في البيان على أن الأمم المتحدة محترمات قرار سنة 1991 للرقم ديالو 690. والنسب 2022 هم باقي متخلفين وعاقلين على لعب الفيل. قاموا كذلك في البيان بالإيشادة بموقف كينيا وروسيا. رغم أنهم امتنعوا فقط عن التصويت ولم يصوتوا ضد القرار. وانتظروا اجرار واصفة جديدة من طرف كينيا في القريب العاجل. وقال لهم العمامرة كان على مجلس الأمن أن يتبع كينيا وروسيا. والله حتى مكلخوا غابية للعمامرة. إلى الأعضاء كاملين امتنعوا على التصويت بحال روسيا وكينيا. ماذا سوف تستفيد المكلف؟ الجزائر تعرف حسن من 13 العضو. منهم بريطانيا البراعزي الصين وما أدراك ما الصين. الولايات المتحدة الأمريكية وما أدراك ما الولايات المتحدة الأمريكية. ومنهم حتى فرنسا للعبات عليكم وقلباتكم. وكنتوا كتطيبوا على نار هادئة. كما قالت الشرق ساعة طبخة ما كملت. وهي تعطيكم بالصرفيق. فهذا كاملين ما تعرفوا شواله وانتا العمامرة وروسيا وكينيا. ومن لك تعرفوا في القانون الدولي وخس كل شي يتبعكم. ويمتان على التصويت. ويمتان على التصويت هذا الناس كاملين. 15 دولار لم تانوا على التصويت. ماذا سوف تستفيد المكلخة العمامرة؟ ماذا سوف تستفيد الغابية؟ ماذا سوف تستفيد يجرار؟ صراحة والله هذه الناس حتى مفوجين عليه. أنا بعد الحمد لله أعيش حياة سعيدة بفضل الجزائر التي تضحكني كل يوم. في الفقرة الموالية من البيان وصف المغرب بالمحتل. هذا شيء مزيان نزيده في القمة العربية باش نبينه نقول الدول العربية من هي الجزائر التي تريد لم الشمل. وأتمنى من ناصر بوريطة أنه يضطرق لهذه النقطة في الأشي معدي اليوم. ويذكر الدول العربية بأن الجزائر تصف المغرب بالمحتل. وفي نفس الوقت كتتكلم عن لم الشمل. هي براسة ملمات حتى الشمل دياله الداخلي في الجزائر. وبغاية تقول لك لم الشمل. كنذكرك عزيزي البلوفينجر أن نكذبون داع على لم الشمل الجزائري داخلي. وش بقى لكم إن جاحت لم الشمل ديالكم؟ ولمو شملكم هو اللي عاد نوده تنقذوا على العرب. المهم الدولة التي تدعي لم شمل تحشر وأنفاها في ملف داخلي للمغرب. وتصفه بالمحتل وتقسم الخريطة في القناة الرسمية الجزائري. والوعرة أن العمام رفل كلمة دياله البارح قال لهم على الدول العربية ألا تتدخل في شؤون الدول الداخلية الأخرى. وأن تحترم وحدتها الترابي. يعني العاهرة من كتبغي تعطينا دروس في الشرف. وراكم عارف إن شكونوا ما اللي يقولوا ما لا يفعلون. وفي نفس الباين قال لك الجزائر تدعم ديمستورا. وفهمت قمة الغاباء وقمة النفاق وقمة العور السياسي. الجزائر التي رفضت المصر السياسي الذي ثمي بالموائد المستدراء. اليوم بعد القرار الأممي تصرح على أنها تدعم بقوة ديمستورا. هذه بحد ذاتها رعا نكتة. وفي البيان قالوا أن الجزائر تسجل بأسف خطر جدي لتشويه وتآكل المصار الذي من شأنه الإضرار بالسلام والاستقرار والأمن الإقليميين. يعني الجزائر تهدد المنطقة بعدم الاستقرار وتهدد بالحرب وتهدد الأمم المتحدة. ما كانت واقعه سياسي أكثر من هذه. وفي الأخر تقول لك نحن ولزنا طرف النزاع. وش هدية الجزائر اللي قال لك بغا تلمش من العرب. وهي تدخل في ما لا يعنيه وتعاذي بلد جار. وتقطع العلاقات دياله معها بدون دليل. وكما يقول أحد المتتبعين في تعليقات دي القناة هذا رأى شم النمل. نمشي ونشوفه مقطع تاني من فضائح القمة العربية في الجزائر. توقيع على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل. من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. الجزائر دبا ما بقى لها غير ملف الأربية للم شمل الفلسطينيين. من بعد ما فشلت في لم شمل الجزائريين وفشلت أيضا في لم شمل العرب. ما بقى لها غير تلصق في لم شمل الفلسطينيين. اللي أكدنا بالدليل على أنها فشلت فيه وبشاهدة الفصائل الفلسطينية برأسها. والفيديو رأى موجود في القناة. وشمل أحتيش العمامرة بأن الوفود خدامين كيتكلموا مع بعضياتهم. وقع ما سايقين لي وقع ما سامعين ليك ولا سامعين بشمل النمل ديالكم. تاليا غير بالله عليكم هذه البلاكة القصديرية. اللي كاتبين فيها الرئيس وكاتبين فيها أسماء الحاضرين والدول. وشهدوك البلاكات قطعتهم من شيكار أو سريق ديم دير شيء تيارة تحت لكم. والسؤال اللي كترح نفسه. وش تستعملتوا لقاط هذا البلاكات وش تستعملتوا لامون نيشان؟ لأن الجواني بديرهم رمضا ما تدير. هنا أما الحرفية الجزائريين ديالكم وفينا الصناعات التقليدية ديالكم. أين أول إبداع الجزائري اللي كتروجوا لي وكتبوا علينا. وانتو ما جايبين طولة ومقطعين عوج. والله ما تحشموا. لذلك شملنا من العربي والفلسطيني والجزائري. موسيقى عندنا اللي كنعرف واللي كنشوف يوميا في القناوات العالمية أن الصحفيين في العالم تجو قدام هذا اللي تهضر ماشي مورا. ماشي كيجو مورا دارو ولا تجو في جنبه باش يبانوا في الكاميرا. شفتوا هذه السخفية ديال قناة النهار مخشعة معها وزا ما را كاتبان في الكاميرا ذا ما رأني وعر. ولا هدو كلي في الجنب ولا هدوك السخافي اللي هز تليفون مورا. وشهد لي قرفات ودنيه وكيصور فيهم. واشي دول نجاح تنظيمي. وحنا كنشوفه السخافيين كيتزاحموا مورا السيد. وفي جنبه باش يبانوا في الكاميرا ويزاعموا يبانوا راهم وعرين. وواحد كيصورهم من ودنيه. اشهد تشجراره. اشهد تخلف الإعلامي عندكم. اشهد تخلف التنظيمي عندكم كتعيشوا فيه. وبعدها على الاقل تبعوا غير جيلانكم المغاربة. وتعلموا منهم وتعلموا من أسيادكم. راكم ناقصين. وشوتوا بنفد شمال إفريقيا اللي أعطيكم الدل. بكثير من هذا اللي عايشين فيه. وقال لك أسلعها في الجيب. وننظم وجود كؤوس العالم. ونزيد عليها قيمة عربية غير وراقية. وهو رئيس اللجنة العمام رابراسو. وشدوا ورقة تقرأ منها. وهذا يعني قيمة تليفونية غير وراقية. وهو أغلبية السقافية الجزائريين عندكم؟ تعملوا غير بالتليفون. يصوروا بيه. يسجلوا بالصوت. يكسس دي الميكروفون كاين ومسموع. لماذا هذا كل شيء يدوت من بحض العمام رابرا. ومخسر الديكور. وفضح لكم الجزائر القوة المضروبة والقوة المنهوبة. وكذلك يعجبوك غير بالزلطة في العين. وتخرج العيني. وما متخلف إلى أقصى درجة. وفي كل ميادين. وما زلت يخرجوا عينيه. هذا هو اللي تقيمة عربية. برعاية اندرويد. المقطع الجزائي بغيتكم تستعد دوري مزيان. وتوجد دوراتكم. وكل واحد فيكم يدير تحدي. أنه يقرأ الترجمة اللي تحت الفيديو. بأعلى صوت في المكان. تكون في الزنقة. تكون في السطح. تكون معلائلة. تقرأ ذلك الشيء الذي تكتب التحت. ويكتب لنا التعليق على ما يقع. فاش قاله بأعلى صوت. وفين كانت يتفرج. يلا بأعلى صوت قرأوا التعليق اللي تحت في الفيديو الجرائي. المترجم للتعليق اللي تحت في الفيديو الجرائي. واسيبوريطا. تكتب لنا اللي رحم بها الوالدين على العمامنا. رحم مسكين غير ترتق لي شيء عرق. ونفس عقده. وعلى تغوبيش دائر مسكين. وبين فيه مقلق وزعفانه مغبون مسكين. واسيبوريطا. راك نكتب علي حياته. راباينه غير يجري عليه في الأسابيع المقبلة. دباج جراروة. وشهده هو أسد ديبلوماسية الجزائرية ديالكم. ولكن شيء ديبلوماسي في العالم على المستواكبين. لأنهم قلق وزعفان. وطال عليه الضغط وطال عليه السكار وطال عليه الملحاء. بسبب نصر بوريتا. هذا راولا فارد ديبلوماسية الجزائرية اللي مر منذ نصر بوريتا في الدقيق. في داخل الجزائر. خوتي ساندو سعب الجزائر السقيق. وطلعوا الاشتاق. العمام راييس ساعت والجزائر تساعت. طلعوا الاشتاق اللي اردالي. إذا تجاوزنا الخلافات الجانبية. وإذا تجاوزنا الاستفزازات التي لا حاجة منها. وإذا البلد المضيف. تعامل وفق قواعد التي تحكم القمة. سواء من ناحية البروتوكولية. أو من ناحية الأعراف. فيمكنه. إذا كان تلاعب بكل القواعد. فأكيد أنه يكون فشل. تصريح قوي وخاطير من أسد ديبلوماسية المغربية ناصر بوريتا. اللي تنبأ بفشل حتمي لهذه القمة العربية. بسبب أن الجزائر لا ترقع أن تكون دولة في الحقيقة. قلتها مرارا وتكرارا هي دفتر وصخ لمشروع دولة فاشل. وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها. بحكم أن الوصية للدفتر الوصخ الجزائري الإحدان. دولة تفرح وتعتز بعدم استقبال الوفد المغرب. وشالشيكي الدار كنت دولة حقيقية تحترم نفسها. عدم استقبال أو تضيق على الوفد المغربي اللي هو الضيف عندكم. هو لا يوهن الوفد المغربي ولا يوهن الشعب المغربي. بل هو يوهن الدولة الموظيفة اللي هي الجزائر. وتبين على غياب البروتوكول وغياب الأخلاق وغياب التنظيم. وغياب التسيير وحتى غياب تقاليد الإسلام اللي هو الدين ديان. روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من ألد الأعداء. ونرى استقبال بروتوكولي عادي جدا بين الجانبين عندما يستقبل مثلا رئيس أمريكا رئيس سوريا أو العكس. أما انتم مركم غير الزريبة وتتعاملون بتعامل أطفال ماشي تعامل الدول. وتسيئون لأهل الجزائر اللي مساكن على مر العصور لم يتمكنوا ولم ينجحوا من إنشاء دولة بمعنى الكلمة. المهم ناصر بوريتا قال لكم فشل القمة والله منحي دولة من فمه فشل القمة يا فشل القمة. صراحة هذه هي قيمة العمامراء ومن معه تحت النعال فقط. ما عمريش في شي دولة تبهدلات تبهدلات ديال مهم راكم عارف لكم هالا ديالاش. وفالالخار من أجل أن تهان في قلب الجزائر وهذا هو الحجم ديالكم الحقيقي أجراره. هذه صورة من افتتاح اجتماع ريادة الأعمال العربية في قمة الجزائر. الفضيحة هي أنهم حاطين طبلة صغيرة في الوسط. وحاطين فيها ثلاثة القراعي ديال الموت ثلاثة الكيسان. واشدبها دولة نجاح في تنظيم. اجهد قلة الأدابات. واش هادوك اللي في الصف الأمام يعلمين وعالليسة. هادوكم عليه مش للله ما تحطوش لمزمع قراعي. ولا غيبقوا يديروا جغيمة جغيمة بيناتهم. ما عندكم الماء ما تحطوش اختراحة لكم. ماشي تحطوه ثلاثة القراعي الوسط. وتخليهم كاملين مركزين غير على شكل اللي غادي شرب الماء. واش غيضوق اللي حدها يعطيش غيمة. ولا غاديش يضوقه. قاعة فيها ثلاثة واحد والخمسمائة واحد حاطين ثلاثة القراعي الماء صغر. في الوسط. دبا واش بالله عليكم. واش هادو نجاح تنظيم يا الفاشلين. ثلاثة القراعي ديالجدراموس ما قد نشوفه فروم. ثم قال ماذا قال قمة عربية بدون ورق مراحد. وبدون ماء الشرب. جزائر في الحقيقة افتعلت مشكلة الخريطة اعلاميا وحاولت دير تضييق على الوفد المغربي وعدم استقباله من لقطاع التاريخ ومن شبه الدولة. هو فقط من اجل خلق شوشار على القمة ومن اجل الترويج على ان المغرب يسعى لافشالها ونجح في افشالها. جزائر عارفة مزيلا على ان القمة العربية اصلا فاشلة قبل انعقادها وحتى قبل مشاركة ناصر بريضة. هي كتقلب حاليا على الاعضار لتروجهم من بعد الشعب الجزائري بانه بسبب المغرب. المغرب صرع فقط في كشف الوجه الحقيقي للجزائر وحقيقة اخلاق الهوكيين بصفة عام. وتشفناه حتى رياضيا. وايضا بين حقيقة تعاملهم مع ايران حيث ان الدولة الوحيدة التي رفضت ادانة ايران في القرار المقترح من طرف المغرب كما طلب بوريطة هي الجزائر. وتغيبي الدول الخارج التي تعاني من الخطر الايراني مدى تواغل ايران في الجزائر وعلى اعلى مستويات السلطة في الجزائر. في مقبرة ولم توضع في مستشفى لينعاشل هذا الجسد الميت يعني. وبالتالي اعتقد ان المشاكل التي يعني تحصل في الجزائر الجزائر لديها مشاكل كثيرة مع العرب اساسا. فكيف يعني نتأمل بخروج نتائج ايجابية من بلد لديه مشاكل اقليمية مشاكل مع جيرانة مشاكل مع مصر. يترى مارسك